مرحباً جميعاً، كيف تفعل اليوم؟ هذا هو مرحباً في نيو فيديو على الناس للمشاهدة سوما الفيديو التالي اليوم كما رأيت في العمل منوان موجهة للتلاميذي تلاميذ السنة الأولى ومتوسط بعد ما كنتوا طلبتوا مني هذا الحل التمرين صفحة 61 Task 1 page 61 سنحلوه مع بعض هذا التمرين ماذا يقول؟ نحن نقرأ التعليم يعني نقرأ التعليم your apple margaret is now a good friend يعني your apple margaret يعني عندك صديقة عبر النات apple هو صديقة عبر الانترنت اسمها margaret is now a good friend يعني الان راه صديقة يعني مفضلة she sends you a picture of her family tree بحثتنا صورة بحثت لك فوتو على عائلتها يعني شجرة العائلة تاحها draw your family tree add information a job and send it as an attached document picture يعني رحي نكتبو لها email ومع الاميل تاعنا رحي نبحث لها فوتو كما هي بحثت ل الفوتو تاع العائلتها احنا كذلك رحي نديروا نفس الشي ونبحث لها وقتاج يعني رحي نرفقه وقتاج يعني نرفقه الاميل تاعنا مع الفوتو تاعنا فوتو للعائلة نبدو الاميل تاعنا كنت هنا حذرت لكم ايميل يعني ممكن انكم تعتمدوه كحل وكذلك ممكن انه كل واحد فيكم يغير برك المعلومات التوع فوتو الاميل تاعنا كيف يكتب هي تتكتب هذه هي الفوتو متاع الاميل يجي هو عبارة عن رسالة الالكترونية يعني شبه للرسالة ولكن في واحد المعلومات يختلف على الرسالة هنه from رحي نكتبو الاميل تاعنا لازم يكون عندك ايميل لباش تبعث رسالة في الاميل to رحي نكتبو الاميل تاع اللي يستقبل الرسالة الالكترونية اللي هو مارغريت اللي بحثنا صديقتنا مارغريت مارغريت او بازجيميل دوت كوم سابجيكت رح منها تدروع على وش من الموضوع رح ينحكيو عليه في هذا الإيميل تعنا حنا رح ينحكيو على يعني شجرة العائلة نبدو لازم تكون تحية دايما اول ما تبدأ الإيميل تعك ولا رسالة تعك دايما بهالو كيف حالك I am happy to introduce my family يعني أنا سعيد أنه رح نقدم لك العائلتان My father is a teacher يعني أبي هو أستاذ He is 42 years old يعني هنا ذكرنا العمل job age العمر His name is Salim وذكرنا الإسم تعه name My mother is a housewife أمي يعني هي ربة بيت هنا كذلك We mention job يعني تحدثنا على job She is 35 years old تحدثنا على العمر التحان Her name is Amal اسمها Amal I have two brothers عندي زوج إخوة Here we are talking about siblings يعني نهضر على الإخوة والأخوات Anis and Riyadh I have two brothers Anis and Riyadh أنت هو ما تقدروا كل واحد فيكم يشوف على الحساب المعلومات على عائلتها إذا كان عندك زوج ثلاث أخوات مثلا تقول three sisters إذا كان عندك زوج أخوات two sisters one sister أما إذا كانوا عندك إخوة في تقول one brother two brothers three brothers anis and Riyadh and you mentioned the name يعني تقول الإسم بتاحهم they likes playing football يحبوا يلعبوا الفوتبال هنا ينقلوا وش يحبوا هذو الأفراد العائلة تعي love Amina here you sign your name هنا تتحدث ولا تقول ولا تكتب you sign تكتب الإسم بتاعك يعني إسم المرسل هنا إسم المرسل إليه هنا يلفق إسم المرسل إليه هنا تحت اسم المرسل هذا هو كيفاش تكتبوا الإيميل تعكم يعني ماش حاجة صعبة كامل برك لازم تكونوا أشك فو تعرفوا كيفاش تخدموا لفوت متاع الإيميل هذا هو تكن الفيديو التعناة اليوم تمنى إن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الفيديو القصير حبيتوا يكونوا قصير مفهوم حكا بش يعني تقدروا تفهموا أشك فو كيفاش تكتبوا الإيميل سو إذا كنتوا وصفتتم لهذا الفيديو وإذا كنتوا أول مرة تشفوا القناة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد وتنسوش كذلك إذا عجبتكم الفيديو وصفتتم منها ديروا لي لايك الفيديو وكذلك إذا كان عندكم أي اقتراحات ولا تساؤلات ولا أي استفسار ولا أي تمارين حبيين أني نحلهم لكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة خلوهم لي leave it in the comment خلوهم لي في التعليقات رح نجاوبكم إن شاء الله كذلك حبيت إن نواكم الحاجة إنو ما تنسوش شيرت شير الفيديو يعني بقتجيو هاد الفيديو وشتركوه مع أصدقائكم هكذا بشتعم الفائدة شكراً على المشاهدة نراك في الفيديو شكراً